كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من أستاذ سيني كونيتشي وعقب نهاية المران الأول للنادي الاهلي على الملعب اللي يصطديه في أحداث اللقاء يسعدنا أن يكون معنا الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي والقائم بأعمال رئيس بعثة النادي الاهلي كابتن سيد برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي مهمة جديدة يكلف فيها الكابتن سيد عبدالحفيز أعتقد وهو أهل لها لتكليف برئاسة بعثة الناد الاهلي تقد تضع ثقة كبيرة جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس قدرة الناد الاهلي يعني طبعا الحمد لله على كل شيء لكن في النهاية يمكن ألف سلامة طبعا لأسيد محمد دماطي كان هو رئيس البعثة وكان محضر نفسه وكان على تواصل معايا آخر أسبوع يعني نتكلم في التفاصيل الصغيرة وقبل الكبيرة الخاصة بالبعثة ومشاورتنا ومناقشاتنا واتصالوا كمان بست سفير نبي الميكي هنا في كل حاجة يعني لكن ألف سلام عليه ممكن المسحة اللي عملناها في السيارة اللي عملنا قبل السفر على طول يعني لكن ألف سلام عليها لكن هو الراجل كان قايم بكل حاجة قبل ما نيجي أجواء اللقاء إن شاء الرحمن تبقى كويسة عندنا مهمة قوية ومهمة مش سهلة أرضية ملعب مش جيدة خالص يعني لكن هي الأجواء الأولى في أفراقيا ممكن تبقى كده لازم تخش باحترام وتخش بعقلية قوية وتخش بشخصية كبيرة الفرقة دي هتبقى محترمة جدا 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 وده اللي قاله رئيس النادي النهاردة في اللقاء معاه يعني فمهمة هو أن تتقبل التركيز بتركيز يعني لأن في نهاية يبقى طبعا التاريخ جميل وطاريخ ممتاز وبيتسطر وكل حاجة لكن الأحداث والنهاردة هي اللي بتفرض كلمتها اعتقد كلمة كبيرة من الكابتن سعد عبد الحفيز ممثل النادي الأهلي البطل أفريقيا بيتكلم على فريق حديث العهد ونتكلم بهذه السقة أو بهذه التركيز اعتقد الرسالة وصلت لكل اللعبين خلاص الكرة كده كرة زي الدنيا والزبط يعني لازم تحترم الناس ولازم تحترم المنافس ولازم تقدر وتحطوا في حجمه اللي ممكن تناقشوا وتلعبوا بيه وتكسبوا بيه لكن في كرة القدم لازم يبقى الدنيا فيها تواضع شديد جدا مفاجآت كتيرة جدا لو عملت إحصائية من أعظم فرق العالم عندها مفاجآت ومفاجآت ما بتأسر لكن هتخش بمفهوم ان انت فرقة بتلعب على أرضها بتلعب قدام بطل أفريقيا بتلعب مع النادي الأهلي صعب التاريخ الطويل أكيد هتبقى تركيزها عالي جدا أكيد هتبقى شدتها عالية جدا أكيد هيبقى اشتراقتها عالية جدا لو ما قابلتش داب نفس التركيز ونفس الاهتمام ونفس القوى أعتقد الأمور هتبقى صعبة مع أرضية ملعب مع جو فأعتقد ان المهم جدا ان انت تخش بنفس الفكر دائم زي ما حدك قلتك ابتن سيد طبعا واحد من الفرق اللي لاح ترامها واللعب تنادلها اللي بتاعي هذا الأمر وحادك دائما بتران على شخصيات وخبرات اللي لاحب تنادلها طبعا وهي المواقف برضو خلي بالك يعني انت في النهاية لازم تبقى مقتنع تماما ان انت في فترة من أفريقيا بتبقى فترة فيها حسابتها الصعبة مش السهلة دور المجموعات هو تجميع نقاط لكن المباراة اللي هي رايح جاي ممكن احداثها ما تبقاش بالنسبة لك ظريفة فلازم تكون محضر لديه يعني فهنخش المباراة زي ما قلت لك بنفس التركيز اللي هيقابلون بيه واللي هتبقى الدنيا صعبة بالنسبة لك هل مركز عشر الندل هل هيعني منه من ناقص بصد غياب محمد مجد أفشا وناصر ماهر ولا هيتم توظيف أحد اللاعبين أو هاي غير مع خارطة طريقة اللاعب طبعا يعني صابة ناصر ماهر وعدم اكتمال شفاء وليس سلمان بصورة كبيرة وتعرض أفشل لكورونا يعني هو عامر الصلاة ورامر ربيع ألف سلامة الحمد لله البوادر كويسة وفي مسحة بقرة ان شاء رحمن يا رب تطلع بإذن الله سلبية ان شاء الله وقبلهم طبعا كان كابتن سامير عدلي فألف سلامة عليه وعندنا طبعا وماهر ورقفة قبليهم بكتير لكن هي وارد يحصل في مشوارنا في الأيام اللي انت بتقابلها ديت فوارد جدا يعني ان انت تتقابل حاجات زي كده لكن ثقاتنا في المجموع كلها موجودة نشرح من نحقق نتيجة كويسة بإذن الله ونرجع بنتيجة بإذن الله تساعدنا في التأهل بإذن الله أخيرا خطوط اتصال مفتوحة من الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سعد عبدالحفيز لمتابعة كافة الأمور وكل الأمور الخاصة ببعثة فريق النادره طبعا يعني كان في اتصال بيني وبين كابتن خطيبين بارح والراجل بيتطمن يعني يوميا وصبح وبالليل على البعثة وانشاء رحمن بإذن الله نرجع بنتيجة كويسة كابتن سابب أشكر حضركم من لك التوفيق شكرا عزيزي مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادرهلي في كل مكان داك اللقاءنا مع الكابتن سيد عبدالحفيز النجم النادرهلي ومدير الكرة والقائم والمكلف بأعمال رئيس بعثة فريق النادرهلي عقب نهاية مران فريق النادرهلي مران الأول على سيد سيني كونيشي